بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدخول الفعلي في ترتيب الرد المناسب ليس هناك مجال لغير ذلك إننا في الاتحاد الإفريقي ومنذ اللحظة الأولى طالبنا بالوقف الفوري للعنف ولتعبئة الدعم الإنسانية من قزاء وماء ودواء كما دعونا إلى مضاعفة جهود التنسيق بين كل مناصري هذا الموقف من كافة الفاعلين الدولين وعلى صعيد آنين فإننا ندعو إلى إطلاع صراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال كما نحيي جهود دولة قطر في هذا الصدد ونتمنى أن توفق في مزيد من التفريج عن الرهائن أما فيما يتعلق بجزور الصرع فنحن وبصراحة ندعو إلى تشكيل جبهة عالمية مفتوحة لوقف اللجوء إلى كل أشكال العنف خاصة ضد المدنيين وانطلاقاً من المبادئ السابتة والقرارات الدولية والإفريقية ذات الصلة فإننا نشدد على أن الحرب الراهنة والأزمة الدولية الخطيرة التي تنزر بها في المنطقة برمتها من الضروري أن نخرج منها عاجلاً بقرار فاعل حول إعمال مبدأ الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية المستقلتين الآمنتين المتسالمتين المتعايشتين في علاقة حسن جوار ذات منافع مشتركة ومتبادلة لهما ولشعبيهما ولكافة شعوب المنطقة إننا نرى أن أي اتجاه غير هذا لن يؤسس للسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم وفي هذا السياق فإن الاتحاد الإفريقي لمستعد استعداداً تاماً لإضافة جهد المتواضع لمجهوداتكم جميعاً لإحداث الوزبة الدولية المطلوبة إن قيم الحرية والعدل والمساواة والسلام وكذلك القانون الدولي ومرجعية الأخلاق الإنسانية المستوجات من كل المزاهب والأديان والفلسفات تفرض على الضمير البشري واثبت استدراك من هذا المستوى وفاقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة